في الصين تتزايد المخاوف من ارتفاع نسبة الشيخوخة بعد تراجع نسبة الموليد وانخفاض إجمالية عدد الزيجات الجديدة في البلاد بالمقارنة مع السنة الماضية وسائل إعلامية أكدت أن عدد الزيجات الجديدة تراجع في عام 2022 إلى أدى مستوى منذ بدء تسجيلها إذ بلغ عددها ستة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألفاً فقط خلال العام الماضي وهو انخفاض بنحو ثمانمائة ألف بالمقارنة مع العام الفائد كذلك تم تسجيل تراجع في معدل الموليد العام الماضي إلى ستة فاصل سبعة وسبعين لكل ألف شخص وهو أدنى مستوى مسجل من سبعة فاصل اثنين وخمسين عام 2021 بالنظر لهذه التغيرات تم تسجيل خفاض ملحوظ في عدد سكان الصين سنة 2022 لأول مرة منذ ستة عقود التوقعات تشير إلى أن ذلك يمثل بداية لتراجع على مدى زمني طويل في عدد مواطني الصين وهو ما سيكون له تداعيات عميقة على اقتصادها والعالم إذ يحذر علماء السكان من تقدم العمر في الصين قبل أن تصبح بلداً غانياً حيث تتقلص القوة العاملة في البلاد ويزداد إنفاق الحكومات المحلية المثقلة بالديون على سكانها المسنين وفي مسعى لتشجيع الزواج ورفع معدل الموليد أعلنت بكين أنها ستطلق مشاريع تجربية في أكثر من عشرين مدينة لخلق ثقافة حقبة جديدة للزواج وإنجاب الأطفال وفي هذا الإطار قررت بعض الأقاليم منح المتزوجين حديثاً من الشبان تمديد إجازات الزواج مدفوعات الأجر حتى لو بدت مسألة تراجع نسبة الولادات في الصين بسيطة في هذا البلد الذي يعد الأكبر في العالم من حيث عدد السكان بما يتجاوز المليار وأربعمائة مليون نسمة فإن هذا الانخفاض قد يتحول إلى انهيار ديمغرافي مستقبلاً وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على القدرة الإنتاجية للبلاد ترجمة نانسي قنقر